المستشار النمساوي يشيد بشريكه الألماني في ترحيل المدانين إلى سوريا وأفغانستان ده كان تعليق من المستشار النمساوي على بد ألمانيا بالفعل بترحيل المدانين في جرائم في داخل ألمانيا إلى سوريا وأفغانستان ويمكن الاقتراح ده كان اقتراح نمساوي لكن بدأ تنفيذه في ألمانيا عشان كده نعتقد يمكن في الأيام المقبلة أن النمسا تتجه نفس الاتجاه بترحيل المدنين من هنا تعليق حضرتك على الخبر نعم تحيات أستاذ ممدوح تحيات لجميع السادة المشاهدين والمتابعين على النمسا ميديا وإنفوغرات بالأسبوع السادس والعشرين يعني أستاذ ممدوح على ما يبدوه المستشار النمساوي مصر على خطابه الانتخابي بصراحة اللي بيخدم يعني فئة وشريحة قليلة جدا في النمسا ألا وهي المتشددون يعني الاستمرار بخطاب نريد الترحيل إلى سوريا نريد الترحيل إلى أفغانستان يا سيدي ما احنا عرفانين يا كارل نيهامر يا سيد مستشار عرفانين أنك أنت عم تحكي على المتشددين أو المدانين ببعض الجرائم إن كان من أفغانستان أو من سوريا يعني هذول يعني عفوا على أصابع اليد الواحدة ولكن ولكن يا سيد نيهامر النقطة الضرورية اللي بدنا نحن نحكي فيها من يحق له اللجوء من هو حاصل على حق اللجوء من هو مندمج من هو منضبط بهذا المجتمع ليس من حقك يا سيد نيهامر إنك تحكي وتقول بدي رحل هذا اللاجئ لا هو بتتكلم عن المدانين بس مئة بالمئة بس بصوت التكرار يعني لماذا حالت هذه الحالة الببغائية التي ينتهجها السيد نيهامر ويمكن على هامش الاجتماع بتاع الالتحاد الأوروبي يا سيدي يا سيدي فهمنا بسوريا لن يحلم لا كارل نيهامر ولا أولف شولتس ولا إمانويل ماكرون ولا أي زعيم أوروبي بترحيل أي لاجئ سوري قبل وجود حل سياسي في سوريا الوضع بأفغانستان وضع مختلف كليا سيد الكريم لا يجوز مقارنته بأي حال من الأحوال بالحالة النمساوية كل من ينادي على الترحيل أسف الحالة السورية شكرا لك الحالة السورية كل من ينادي بترحيل نعم من ناحية إيه يا سيدي بسوريا صراع أممي صراع دولي بسوريا يوجد على الأقل عشر جيوش من بينها أوروبا من بينها تركيا روسيا أمريكا إيران العراق لبنان دول عربية موجودة لها قوة ما يسمى بالمحرر ما يسمى بالمناطق التي لا يسيطر عليها النظام الأكراد من جهة التي تدعمهم تركيا من جهة أخرى لا يوجد بسوريا سيدي اليوم لا يوجد دولة اسمها سوريا أن سوريا كل من يسمعني كل من يتخيل سوريا بالخريطة المعروفة بالشكل المعروف هذا شيء انتهى هذا شيء وهم لم يعد موجود فما يقول ويتفضل به السيد نيهامر والترحيل والترحيل هذا ليس أكثر من دعاية انتخابية صراحة لأن 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 حزب الشعب اليوم أصبح حزب مفلس ليس لديه ليس لديه يعني ليس لديه بصراحة يعني خلينا نقول مشروع انتخابي مشروع حكومي مشروع سياسي نهضوي حقيقي للنمسا فبالتالي لا ينادي إلا بالترحيل واللاجئين والمهاجرين روح للمشكلة الاقتصادية يا راجل روح للفقر الموجود في هذا البلد بس على الفقر المضادوا يتكلموا فيه على مستوى المجلس الاوروبي نعم يتكلموا فيه على مجلس الاوروبي يعني ده قرار اتحادي حتى لو يتكلموا فيه سيدي الكريم اليوم يوجد قرارات متعلقة بسوريا تنص على التغيير السياسي في سوريا وهذا الاتحاد الاوروبي الذي وافق على هذا القانون وليس أنا وأنت فبالتالي كل ما يقول يتفضل به السيد نيهامر وغيره من أساس الأوروبيين هو هراء قبل أي حل سياسي فالنقطة كل من يسمعنا قبل أن يكون هناك حل سياسي في سوريا لن يترحى اللاجئ سوري بما فيها المدانين إلى سوريا لأن عندما يريدون الترحيل إلى سوريا يجب أن يتعاملوا مع مجرم حرب وهذا ممنوع في القوانين والأنظمة الأوروبية سيد ممدوح بالرغم من أن هناك اعتراف من بعض الدول بوجود نظام الأسد في سوريا لا 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 شوف احنا نحكي على الاتحاد الأوروبي الدول الأخرى ليست معني بها الاتحاد الأوروبي فيه دول بيتتعامل معها حتى النمسا ونحن فيه عندنا خبر اليوم أعتقد بيحكي بهذا الأمر بالضبط ولكن هذا الشيء وهذا الشيء آخر طب هو بيرحلوا بناء على أنه فيها علاقات من الدابطين لا يوجد علاقات لا يوجد علاقات من هذا النوع بس النمسا لها سفير هناك أيها سنجعل هذا الخبر لاحقا اشتركوا في القناة